لا تختلف ذيقار عن غيرها من محافظات العراق التي قدمت دماء أبنائها فداء لحرية الوطن وكرامته خرج شباب الناصرية مع بدايات انطلاق تظاهرات ثورة تشرين وحتى اليوم من أجل استرداد الوطن من أيدي سارقيه حيدر سعد الجابري كان أحد هؤلاء الذين خرجوا ولم يعودوا بعد أن غدرت بهم قوات الأمن والميليشيات شاب عمر الورود ما يتجاوزون لثلاثين سنة وجايك سلمي أبو برد جايك يتواجهه بطلق وطلقها برصاص حي ويارتها إسلاح يعني مثل ما تقول خفيف أو متوسط كان إسلاح ثقيل وبالمتزرح نحن حاضرين وإذا أرادوا شهود احنا شهود عيان ومستعدين نقسم استشهد حيدر وغيره الكثير من شباب العراق وبقية الذكرى تؤرق ذويهم وتدفعهم للمطالبة بمحاسبة القتلة والقصاص منهم أيا كانوا وأيا كانت مناصبهم احنا مطلبنا الرئيسي محاسبة القتلة تسليم القتلة إلى القضاء العادل احنا نريد قضاء عادل كان جميل الشمريت كان سوات كان أي شخص مشترك بالدماء احنا نريد محاسبة هذا مطلبنا الرئيسي كحقوق هاي بحثا آخر دولة اشتنطوا حقوق للشهداء احنا نحن من حاله بس احنا مطلبنا الرئيسي محاسبة القتلة وعلى الرغم من كل ما جرى خلال العام الماضي من جرائم حكومية وميليشيوية ومناورات سياسية للالتفاف على مطالب الشعب الا ان الشباب لا يزالون على العهد باستعادة زخم الثورة مظاهرات باقية وان شاء الله راجعة بقوة بس انت لازم تنظر مجال شوية هاي فترة ان تدر حكومة جرية شكلة فهنا مجال احدهم 25 عشرة هذا الشهاء يعني شهاء عاشر فنشوف شنو المطالبات ومع اقتراب الذكرى الاولى لاندلاع شرارة الثورة تتعلق الانظار بالناصرية وغيرها من مدن العراق املة في شروق شمس الحرية والكرامة على الشعب العراقي